الخبر اللي عدني يا حبايب اليوم عن نجواني والشي الغريب اللي نزله بجواني نزل مقطع على قناته باليوتيوب وهذا المقطع كانت جانوية الشرطة رأطيكم المقطع شوفوه داولي يا جماعة داولي حبكو بصراحة الموضوع كل شي خاوفه كنت لتفسيرات موضوع نجواني مثل يكون دسوي نبي من مقلب أو كذبة نيسان يعني ولكن دسوي مقلب ما رأت وقع أنه راح يكذب علي آني من الشي ما تعرفوا يا حباب نو حاليا قاعدين نصور فيديو كليب ومثل ما قلتكم بهذا فيديو كليب أو كل شي قوي راح تشوفوه واليوم محمد جواني راح يكون ويانا بالفيديو كليب مفروض يتقوي يطارق الباشا ويصوروني المشاهد عمود يزيلنا يوم الأحد ولكن محمد جواني ملتقى حاليا يا طارق الباشا طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب هذا المقطع حطي الفويزات من المحمد جواني اللي موجود يتفقون عمود يصوروني المشاهد ولكن بعد هذه الفويزات جواني قام بعد ما يرد على جهازه ولا حتى عليه قاعد راسل بالواتساب بطي يطلع انه ما عند النات وطبعا منتأكد اكثر راح ترسلت مريم اللي هي حصديقة وحبيبيات محمد جواني رسلت على حسبها باللي انستغرام شوفوا المحادث اللي صارت ما بيني وبينها فمن المحادث هي حبايب راح ترسلت لها وكتبت لها مرحبا كيفك هال الموضوع اللي نزل لمحمد جواني مرد عم ندقله ما عم برد انا اخر اتصال كان لقله من مبارح انا حكيت معه عادي وهيك انستغرام ودق وكن دقيت له وحكي معه كل بس اليوم ما حكيت يعني ما فكرت احكي عادي يعني رفت بس انصدمت وطا هيك شفت واهله كمان من قالوا لي من مبارح مش وحكي معه اخوة والله لك ازا بتقدر تعرف لنا من هيدا رفيقك هو با هيدا طارق ازا باولمانيا هو تقدر تعرف منه اه مال معروف فهد بس طم مني اه اكتر شي انه هونيك ازا طارق هونيك يقدر يعرف لنا اه شو صاير انه هيك عشان بين شرطة يعني رفت فماذا ما قلت لكم طارق الباشا نزل مقطع حجابي كل مالوات اللي يعرفها وشين الاشياء اللي يقدر يقدر يقدمها احطوكم انا بالوصف رحشوفوه صراحة ما توقع الموضوع ممكن يكون مقلب مستحي يكون موضوع مقلب صراحة اما بالنسبة التفسير الثاني فتكون بيسار راح هذا الموضوع فمثل ما سوت بيه لما حجزتني بتركيا تقريبا ثلاثة ايام فممكن سويت نفس الشي محمد جواني فبقى منزل المقطع واللي اعلم بي انه راح يسافر المانيا سبحان الله بنفس اليوم بيسار قررت انه سافر المانيا وتقطع كل هذه المسافة فكريد من هي مسافرة الا اذا كانت ريسوي ضرر او تحاول ان تضرر محمد جواني فان شاء الله يكون مو هذا الموضوع فان الموضوع صار ما يسكت عليه اذا كانت شات ورا موضوع وتوقع لحنا نرق السوشيال ميديا كلها اوما بالنسبة الثالث تفسير فممكن يكون محمد جواني واقع بمشكلة معينة كاتب بالانوان كاتب ادعولي صايرت معي مشكلة وما يلحقين يكتب بالانوان لان المقطع صراحة ان هو صوره بسرعة من الواضح ان ان تكونش مستاجر او ما قادر ان يحتيب براحته فكل طالب منكم يا حباي ان تدعو لان يكون هو بخير وسلامة ان شاء الله ما يكون يصير عليه شيء ومجرد يكون شيء بسيط وكل علي ان نتظر صراحة المحمد جواني بالنسبة للخاصة ما يعرفوه هو شخص كلش قلبه طيب وفلا ما يستهل اي شيء يصير به اه اتمنى صراحة ما يصير به اي شيء اه وبس يا حباي بدعو لان يكون بخير الله يوفقه